الآن الضرائب نحن كان لدينا مجموعة المهنيين كان لدينا مجموعة الأجار موظفين وأجارات القطع الخاصة كانت الدولة لديها يدع لهم تقطع لهم من البعض لديك مجموعة المهن كثيرة جدا تؤدي مجموعة الضرائب كيف تؤديها لصحافي تعمل في مؤسسات خاصة الآن تفتح النقاش حول هذا الموضوع لأنه ماذا فعلت الحكومة؟ الحكومة رأت طبقات القانون الإطار للضرائب وطبقات توصيات المناظرات خاصة المناظرة الآخرة للضرائب أولا بعدها تكون العذالة ضريبية عبره نوسعوا الناس الذين لا تخلص وانا هنا نحيي المهنية لأنها لم تسمع شيء مهني واحد قال أنا لا أريد أن نخلص الضرائب كلهم يريد أن يخلصوا الضرائب وهذا قلت وسوف أعيدها مرة أخرى مؤشر كبير جدا على المواطنة التي عندها هذه الناس لكن رأي الحكومة حينما قدمت الإجراءات التي جاءت في قانون المالية رأي نقشتها قبل معهد المهنيين ومن بعد منه نقشتها في الغرفة الأولى وتطرح واحد السؤال حول النقاشات التي كانت من بعد كانت نقاشات مفتوحة والتالي من تحدث عن المخرجات هذه الاجتماعات هذا هو السؤال التي تطرح هذه المخرجات التي كانت مقبولة مشوفها إذا لم تكن غير مقبولة رأي هذه البلاد التي عندها مؤسسات والبرلمان في الغرفة الثانية رأي مازال يشتغل ولكل حديث حديث رائعين